من هنا بتتوه الرسالة عرفش انا اقدي اعلام لان دي دي سلعة احد مكونات الاعلام زي ما هو رسالة ايضا سلعة انا ما بروح ادخل محل ملابس ولا محل بقال اشتري من عنده اكل بروح اشتري الاكل اللي على مزاجي ولا اللي على مزاجي البقال اللي على مزاجي طيب الاعلام المصري بيقدم الاكل اللي على مزاجه يأكله هو انما لما الاعلام المصري يقدم الاكل اللي على مزاج الراجل اللي عايز يأكل هيأكل دي حقيقة وبعد كده يحارب الإعلام المصري ويتهم الإعلام المصري بكل حق طبعا أنا لا أنكر أن جزء كبير جدا من الإعلام المصري منفصل عن الواقع وسبب انفصاله ومش انفصاله النهاردة ولا مبارح ده هو منفصل من يومة عمل لأن هو أساسا استخدم مدارس لا تصلح للمجتمع المصري ولا العرب فلما ييجي واحد يستخدم مدرسة تصلح نتريع عليه وبيقول حقيقة ولما ييجي واحد يستخدم نفس المدرسة وهو ما بيقولش الحقيقة بس بيقول الكلام اللي على مزاجنا عشان بطنة جعانة بنصدق يبقى أمان اللي يصنع المشكلة اللي يصنع المشكلة هو اللي يصنع هذا الوضع هو ده اللي يصنع المشكلة ده ملا اشتركوا في القناة